سلام عليكم شاهدين الكرام بمراكش هذا مصير شخص ادعى النبوة داخل مسجد مباشرة بعد صلاة الجمعة ألقت مصالح الدائرة الأمنية التاسعة بمراكش اليوم الجمعة القبض على شخص خمسيني كان يصرخ ويدعي النبوة وذلك مباشرة بعد إزمام صلاة الجمعة بمسجد الجبيلاس بمنطقة سيد يوسف بن علي وأفاد مصدر سيد أنفو أن المصلين عبروا عن استغرابهم من ادعاءات الشخص الذي قدم صباح اليوم من مدينة قلعة سراغنة وحل بمراكش من أجل إخبار المصلين بمسجد جبيلاس بكونه تواصل مع جبريل وصار نبيا وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الذي ادعى النبوة بالرغم من مطالبته بمغادرة المسجد من طرف ممثلي السلطات المحلية إلا أنه أصر على ادعاءاته وشرع يصرخ قبل أن يتم إيقافه من طرف عناصر الأمن من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر